كيكة الخلاط شاهقة الارتفاع من مطبخ آلاء إيزولي سأضع كل المكونات فوق بعضهم بالخلاط العادي بدون لا خطوات زايدة وبدون ما نفصل شي عن شي ورح أقلكم على محسن كيك موجود بكل بيت عندي هون كراز جبنا الحمدلله لا طعم ولا لون فقلت شو بعمل فيه أكيد ما رح كبه رح أعمله كيك بعد ما شلت العيدان والبزور رح حمي فرني على 180 درجة قبل ما بلش أخلوط المقادير بالخلاط حتيت 3 بيضات وكوب سكر كامل رح أزيد عليهم معلقة مليانة فانيليا وبنفس الكوب اللي عيرت فيه السكر رح عير كوب كراز وبنفس الكوب كمان نص كوب زيت أو أكتر بشوي والكرز شو بي البقلو الليمون عصرة ليمونة كاملة طلعت ربع الكوب ورح أبروش ليمون فوقهم رح بلش ضيف لطحين بدي كوب وهي 3 ترباع الكوب صاروا كوب و 3 ترباع ورح أطولهم معلقة مليانة بيكينج باودر ومحسن الكيك هو بطرف المعلقة بيكينج سودا ومعلقتين من الخل هادي المحسن حتدعولي عليه هلا رح تاخدوهم وتخلطوهم بالخلاط طبعا إجباري حيضل معلقة فوق شوي تطحين فحتوقفوا الخلاط تحركوهم بالمعلقة وترجعوا تسكروا عليهم وتخلطوهم هو هيك لازم يطلع قوامه متماسك شوي إذا طلع مريق معناته لسه بدوك مرشة تطحين هلا بقالب كيك مرتب ومتعودين عليه دهنه وطحينه ورح نزل فوقهم خليط الكيك شوفوا القوام متل ما اتفقنا اذا طلع مريق رشوله طحين وطلع السميك زيادة فيكم ترشوله مي عادي هلا هاي خطوة اختيارية حطيت معلقتين صغار ملون طعام فيكم تحطوا صوص الكرازو وفيكم ما تحطوا شي بالمرة أنا حبيت هيك مشان اللون يطلعها أحلى هلا الفرن صار حامي وتمام بالرف الوسطاني حاطة ثانية وفوق الثانية رح حاطة قالب الكيك ليش مشان ما يحترق من تحت وهو لسه ما استوى من فوق طبعا هاي القواعد لكل أنواع الكيك وما تفتحوا على الكيك أبدا لحتى يستوي مشان ما يخفص من البرودة بعد تلت ساعة بنوس النار على 160 درجة وبتركوا نص ساعة بيكون جاهز طبعا النار من تحته بس كيف تعرفوا استوى بيبلش من فوق بياخد لون بدون ما تشغلوا عليه من فوق أصلا بتتأكدوا بالسكينة أو بعودة إنه من جوا مستوي تمام هيك بيكون استوى بخمسين دقيقة عشرين دقيقة على 180 درجة وثلاثين دقيقة على 160 درجة هشوفوا ما شاء الله كيف ارتفع الضعف هلا هو المفروض تستنوا يبرد شوي بعدين تقطعوا بس نحنا ما عنا صبر لأن الكيك كتير كتير طيب هاي المقادير أنا تعبت عليها وجربت كتير لحتى وصلت لهيك وصفة ناجحة فبتمنى من أي حدا بياخد الوصفة يذكر المصدر وإذا زاد كيك بتغلفوا كتير منيح وبتحفظوا برات البراد وهي قوامه تاني يوم وإذا حبيتوا الفيديو لا تبخلوا علينا بالمتابعة ليوصلكم كل جديد